صباح الخير مشاهدين الكرام سعيدة أننا نطلقاكم في حلقتنا اليوم من برنامج أسرتي موعدكم اليوم إلى القناة الأولى مجموعة من المواضيع في انتظاركم وضيوفي اليوم كل من السيدة خديجة عريف رئيسة قسم مراقبة المنتوجات النباتية وذات الأصل النباتي بالمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغدائية لونسا مرحبا بك لله شكرا كيف الحال؟ الحمد لله الحمد لله برفقتك من دبشوية إن شاء الله سنتكلمون على كيفاش لونسا تتراقب المجالات المتخصصة في إنتاج زيد سيتون خصوصا كيفاش تتراقبوا وحدات الإنتاج طوال السنة نرحب بضيفنا أيضا بروفيسور رشيد بوفتال الأخصائي في جراحة الأورام السرطانية والغداد والجراحة بالمندرسة سيدة بروفيسور شكرا جزيلا مرحبا بكم ورحبا بالمشاهدين الكرام يهلا وسهلا ملورنا مشاهدين الكرام من بين مواضيعنا في حلقة اليوم سنخصم أولداتي باش نجاوبوا على السؤال المهم لأي درجة تربية اللي كبرنا فيها احنا كأباء وأمهات كترجاء تظهر في الوقت اللي سنكون تربيوا أولداتنا أما فقرة تدبير حياتي فهي فرصة للحديث على التبضع الأسري ومفهوم التبضع داخل البيوت المغربية البداية بفقرة صحة رسمالي والحديث اليوم على واحد من السرطانات المنتشرة بكثرة في السنوات الأخيرة سرطان المائدة بروفيسور جوابنا على سيتنا بروفيسور المائدة من بين الأعضاء اللي كتشتغل بطريقة مستمرة في جسم الإنسان سيوقف العدم من اللي تناسوا سيقود يخدم إنفوة نقودوا أن فيقوم باش المائدة ديالنا تهدم وتقوم بالوظيفة ديالها حكم أن عند الكثير من الوظائف ضروري نذكروا المشاهدين الكرام بهذا الوظائف مناش مكون المائدة ديالنا واشنو هو التحدي الأكبر اللي كيواجه المائدة قد يعدي للإصابة ديالها بسرطان المائدة واحد الجزء من الجهاز الضمي اللي كيجي مور المريء واللي عنده وظائف كثيرة اللي ممكناش خصوها في جوج مجموعة للوظائف كان الوظائف الميكانيكية اللي كتتعمل بواحد داك العضلات ديالها اللي همع على شكل خسدية للطبقات كان طبقة مستديرة طبقة ميلا وطبقة ميلا وهذه الطبقة يعملون ثلاثة بهم في نفس الوقت لباش يمكنهم الماكرة تنزل ومنطن تطحن في نفس الوقت تتخيل بأن المعدم اللي كتتخدم في الجانب الميكانيكي كتتخدم بحال داك الميكسر ديال الفواكه بحال 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 الميكسر هذا الجانب الأول الجانب الثاني هو الكيميائي عندك الهرمونات ودك الأنظيمات التي تفرض يمكنهم بلساعده الهضم ديال الأكل لباش يدوز بلساعدة بلا ما نشعره بأنه بانزعاج بانزعاج ما شيء اللي كان ولكن كان شيء بعد الحالات بحال لسائل الأعضاء كان أمراض كثيرة بالأمراض والأمراض الخاطرة هو السرطان ديال المعدة هذا السرطان هو عبارة الخالية الخالية اللي كتقد توازن الجيني دياله وكتقد تكتر بسرعة تكتر بأنه في الجسم الخالية تزاد ستتبوت أخرى وليل ما تعدها ستتزادها لكي يبقى التتوازن إلى الموت فات زيادة كي يقوم بحال لنكيمات إلى المشكلة الخاطرة إلى الزيادة تكتر من الموت يعني تكون حتى تكتر عشوائي اللي كما يكون ذاك الورام الخطر ديال هاد الورام هو عنده جوج الأخطر كان أخطر مستجلية والأخطر مزمنة الخطر لأن هذا الورام يتكتر في جميع النواحي بطريقة عشوائية بحال شيء يمكن أن تبشي في قلب المعدة وتسدى ولا تنزف تنزف خطير كما يبنك بشي في الجدار وتنتشر إما عند الأهضاء المجاورة بحال البونكرياس بحال الطهان بحال الكبداء بحال المسرن الغليد وتقيسهم مباشرة إما بعد الخالية تبشي في الدم وفي الشرايين اللنفوية وتقس وفي الدم تبشي للكبداء ولا تبشي السفقة الكرش ولا تبشي للكبداء ولا تبشي للمخ ولا تبشي للمخ ولا يعود وتنشرجك السعادة واللي كيكون الخطورة دي رد المرض إلى ما تخصناش مبكيرا قبل الحديث على تشخيص بروفسور سرطان المائدة كيف مبزفت سرطانت تكون صامت في البداية ديالش؟ أي سرطان كيكون صامت في بداية وهذه كل اللحظات كيكون صامت هي فاش خصن ديرو تشخيص إلا إلا السرطان تتكلم فاتلفوت فاتلفوت يعني اليوم الحديث على الكشف المبكر لسرطان المائدة كدخسار في الدول الأسيوية بحل اليابان بحل بسرطان المائدة وصرطان المائدة عنده واحد يعني واحد يعني واحد وماشي نفس شيء في جميع المناطق في آسيا عنده كثير بزاف في جابون وفي اليابان لأنه النظام الغذائي يسهل السرطان لتكون سياسة تقيب البحث عن السرطان قبل أن ميدي الأعراض بعد أن أوروبا الغربية كاللقاء بأن ما بينوا بين مغرب لا تكون نقصة في المغرب تتكشفوه المرحلة متأخرة الكشف مهم قبل ميدي الأعراض سنكشفو عليه انتداءا من أي شيء تنصح الناس أنهم يدروا كشفة المبكرة على السرطان المعدة نحن نرى كلنا كنا ندرع على السيد للإنساء الكبير نحن نرى حكمنا في العمل مثلا نقوم بجراحة لنا الصغار 40 عام نمط العيش ديالنا خلانا أكثر أرضا نمط العيش واللي كان جوج أسباب السرطان المعدة يمكن لي تؤمن الخصوم في جوج أسباب كان أسباب داخلي ما لنا ندروا إليها يليها والوراة كان شيء بعض الأمراض بحل يتياب المعدة بحل النقص في الكوروية الحمراء وذلك شيء كي يمكن له بحل الجورتوم اللولابية وكان أسباب خارجية اللي يمكننا نخدمو عليها اللي هي السجارة تدخين تدخين وعامل كبير ديال سرطان ديال المعدة وكان النظام تغذية وكما لاحظنا دبا في هذا الحياة ديالنا المرتدي جديد النظام تبدل بزاف والأكل السريع والأكل براء وماتعرش لك شيء ماشي بحلش على ديك وإن الإنسان كي يكروف ضرور نسي يكروف ديورهم كثار اليوم الفاستفود المواد المصنعة المواد المصنعة المواد الحافظة سعامل كبير في سبب السرطان ديال المعدة ديال يوم التشخيص مطالبين به في سن أصغر ثلاث سنات في أي وقت المهم التشخيص هو سياسة ديال الدول كيما قلت كنكو فيها كثير ديك السرطان كي دياله أمسياسة بيال الوزارة ديالهم باش يقلبوا غال السرطان ولكن في المغرب فيه ناسين تنصح لناس بروفيسور آه شو في المغرب إلا حسن الواحد غير شوي يدل حريخ في المعدة ديالهم يخسون هذا عامل آخر ندرو عليه كي يخسوه بشي يديد الشخص من المشكلة كيوقع عندنا في المغرب وأن المريض كيبشي عن الطبيب إذا كنت أردت في هذا الحريق، أعطيه الدواء بشي إما الطبيب لا يرجع، إما يرجع، أعطيه الدواء لكن الحريق يعني أقل الحاجة تطلب له المندار وكانك تشفو مفاجآت في أي سين كنت تشفو سارة المعدة خصوصا للناس الكبار بذلك اليوم تشخيصت عن طريق المندار؟ تشخيصت عن طريق المندار شوف وما كان أعراض سريرية كثبة في الأول بحل الحريق في فهم المعدان وكان أعراض أخرى اللي عندها علاقة بمضاعفات سميتو اللي هي النازيف عن طريق الفام أو التقيؤ أو الكرش كانت نفخ لنا بذلك يعطيه واحد للمال في الكرش وذلك شيء ذيكسا قول القضية شوية صعيفة شوية ذيكسا قبل أن نصر الأعراض اللي هي مضاعفات أي حاجة بسيطة عندها علاقة بالمعدان نطلبه المندار ونأخذوا واحد الخوزع من ذاك إلا كانت شيء مرض تسمى في المعدان نأخذوا واحد الخوزع باش نقلبه في الميكروسكوب باش نقلبه في سرطان إن كل ما تأخرنا كل ما كان يصعب علاجه كل ما كان يصعب علاجه كان يتحييد القديمة في الكبدة تحييد القديمة تحييد طحن وتحييد طرف بقرياس وتحييد طرف المنصر الكبير وطرف من صفاق على الكرش يجب ان يكون له لأن المريض لم يرحل فى الأوقاً مبكير ولا أمر منتشر عنده المرض منتشر عنده المرض شوى ما مشاش هو الطبيب كي الناس مكفش عم الطبيب شوى الطبيب يدير مندر وما بغاش يديره ويلا فكرش يدير مندر ثلاثة الأشياء كي نخعد هذه الأشياء إما الطبيب إما المريض إما الولوج للطبيب رونديفو بعيد على المندار اليوم فاش كنقوله الإلاجات الممكنة في حالة الإصابة بسرطان المائدة هل تختلف باختلاف مرحلة تشخيص المرض؟ تختلف بمرحلة تشخيص والعلاج وكل ما جاء بكري كل ما الجرحة كتكون أصغر لا كتكون كبر بس أعطيه الحدود الحياة للمريض كتحيدو الورام ربما كامل كتحيدو العضو كامل وخا حيدو العضو دي المعيدة كامل كيف يتم تعودو؟ كتتعود بالطرد المصران كتنصقوه مع المريض والمريض يدير الحيمية غذائية يكتب كله باش يعيش عادي وذلك الشرك يبدي يكبر شي شوية العمل الميكانيكي والعمل الكيميائي ما كيبقاش بحال بحال ما كتنقض المريض من الموت بمريضة سلطان المعيدة في حالة مراحل متقدمة شنو اقتراح مراحل المغايدة دبك كين مشاكيل علاجية كبيرة دبالك كان المريض كينزف وخا انه تحيد ليه العضو ما كعتش واحد الحدود الحياة كبيرة خسك تحيدو لان المريض غي يموت بذلك النزيف ودكشي لقد كانت تطروا نحيدو بزافت الحاجة وخا دك العملين كان عارفوه ما تزيدش في الحياة دي المريض ولكن بدل يعني هذا كالم النزيف والعادب دي النزيف كيوقف واللي تسدات المعدة شي اختراك انتطروا نديرو واحد تسويه هنا في الجنب باش يكون المريض منه وصافي في المسارة الرقائق باش يكون منه المريض سينو من غير هذا شي كان العلاج بالموض الكيميائية والعلاج بالإشعاعات هذه كتسمع علاجة الطلطيفية والصافير باش المريض يكمل ذلك الشي اللي بخاله في حياتي واحد الجودة معينة واحد الجودة معينة دي الحيات والنائلة ممكن حلول قوس مرض سرطان المعيدة صعب جدا البروفيسور سيتكلم من خبرته هو ان كل ما تعطلنا كل ما يصعب الالاج والأطباء والأشخاص ما يعطل ما يعطوكش فرصة حياته ولا غاينقضوا كلها غادي غايرقعوك فيما تنقول والله هم الكشف المبكر وان بدلا احيان كان ديرو الميندار صارت المعداد يما كان بدوم الميندار لانك القواب وفاجآت الى بالنبي انه منتشر كان حبسوك فارجعوا اللور وقنصفتوا المريض المريض الضارو كان علاجات كيما قلت تلطيفية والسافية اللي كتكلمت هي المريضة كي توفى بعد اكتشاف سرطان المعيدة وبحكم الخبرة ديلكم بروفيسور اللي كان في مراحل متقدمة تياخد بالزاف من سنوات حيات الشخص تيقتل بعد فترة خاصرة بسرعة تيقتل بسرعة وهذا الشخص الكشف المبكر سرطان المعيدة وفي سنة صغيرة مهم بالساف نحاول اننا نخوي وحياتنا من مواد حافظة مواد مصنقة من السجارة من السجارة من الكحول من غيرها من المواد اللي ممكن تقادينا نظام غدائي صحي يفدينا بزاف تيال الامراض والله يشافي الجميع ان شاء الله موضوع اخر شكرا لك بروفيسور لانك مشرفنا بحضور ديلك زوم فرصة للحديث على كيفاش كتراقب لونسا انتاج زيت زيتون في المغرب واش تتكون هاد المراقبة فقط في فترات من السنة او لطول الام ضيفتنا تجاوبنا على مختلف الاسئلة بعد نشاهد الربورتاج كيعرف سهلك زيت زيتون عند المغربة تزايد سنة بعد اخرى وفي كل موسم جاني الزيتون كتتطرح مسألة جودة الزيوت لموجهة الاسواق واش تحترم معايير سلامة الصحية خصوصا وان بعض الحالات المعزولة لعملية الغش في الزيوت تسجلت في بعض المناطق المغربية والتي اتخذت في حقها عقوبات في اطار مراقبة سلامة الصحية لزيت الزيتون كتبقوا مصلحة المراقبة وحمايتنا باتت بخربغة كبقي المصالح دي المراقبة التابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية بزيارات لوحدات انتاج زيت الزيتون بشكل منتظم او بدون انضار سابق لهذه الوحدة والتي تكون اجباريا مرخصة على المستوى الصحي هالشي للوقوف على مدى احترامها لشروط السلامة الصحية وان زيت الزيتون اللي يتم الانتاج داخل هذه الوحدة لكيشكلش اي خطر على الصحة دي المستهلك كتشمل المراقبة جميع مراحل انتاج دي الزيت الزيتون بدءا من مرحلات استقبال طمور الزيتون اللي خاصها تستجب المعايير الصحية وشروط السلامة الصحية واللي ايضا خاص تخزين ديالها يتم في ظروف ملائمة الى حيل الحصول على من توجد نهائي اهمية المراقبة كتخلي المواطنين يطمئنوا لهذا كيقوم بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية بحملات المراقبة وتفتيش بشكل دوري للمعصرات للوقوف على جودة سيوت الموجهة للسيهلك ومدى توفر هذه الوحدات على شروط السلامة الصحية في النهاية ديال الزيارة اللي كنتموا بها الوحدة سحنايا إذا تم رأس موجود إخلالات او ممارسات غير مقبولة فإننا كل تجقوا لستحب فوري الترخيص صحي او لا كان حالات اللي كل تجقوا التعليق ديال ترخيص صحي اللي كيتم استحب دياله الى المسؤول على الوحدة مصحش اي من الإخلالات في ظرف اللي هي تعدى ستة أشهر أستاذة خديشة عريف مرحبا بك من جديد لنصف في اشتغالها على مراقبة انترز زيت الزيتون من ليك لساليمن الشجرة تكيوصل مستهلك بخير وعلى خير كيفاش كتشتاغل بسبب المراقبة ديال زيت الزيتون بحاله بحال جميع المواد الغدائية حيث كما كنا عرفوا القانون 28-07 حول السنة ما الصحية لمتجة الغدائية كيلزم ترخيص صحي لجميع وحدات انتاج المواد الغدائية وفي هذا الإطار اللونسا كيقوم بالمنحة ديال ترخيص صحي ديالوحدات انتاج زيت الزيتون طبعا الحال بعد مراحل المراقبة اللي كتشمل جميع يعني النقاط ديال الانتاج دياله فأمريكا نقوموا كمفتشين في المكتب الوطني في جميع جهات المملكة في الزيارات الصحية الميدانية باش كنا نعتاول منحوا هذا الترخيص الصحي كنتم المراقبة ديال في مستويات متعددة داخل الوحدة بحيث أننا كنت أكدوا من يعني المطابقة ديال جميع الشروط ديال الممارسات الصحية والانتاجية الجيدة اللي نقدرون نركزها في واحد المحاور اللي نبينها أولا المحور الأول هو يعني التوجد ديال وحدة أول شيء الوحدة خصت توجد في واحد المكان اللي ما كيشكلش واحدة مصدر التلوث على المنتوج كذلك أن الوحدة خصت تكون مزودة بالماء وبالكهرباء والبنايات داخل الوحدة هناك واحدة شروط اللي لازم أن نتوفر في البناية كاملة ديال الوحدة ديال الانتاج زيت الزيتون كبقي جميع الوحدة ديال المواد الغدائية كان كذلك كامحور ثاني هو أن المواد الأولية اللي كان قوموا بالإنتاج ديال المنتوج ديالنا فدلحالة هذا الزيتون تمار الزيتون تمار الزيتون خصت تكون ذات جودة يعني مزيانة لأننا كنعرفوا إحنا المادة الأولية كتشكل واحدة نسبة يعني أساسية في الجودة ديال المنتوج نهائي حيث أن هاتمار الزيتون يخصت تقطف بوحد طريقة اللي تكون يعني محكمة ما كتشكلش يعني واحد تعطينا واحد المنتوج واحد المواد الأولية اللي هي يعني وغير قابلة الاستعمال يعني تقدر تعطينا منتوج في أخير المطاف اللي مؤكساد أو غير صحي كذلك حتى المرحلة ديال القطف وكذلك أن هذا المنتوج ديال هذا المعدة الأول ديال ثمار الزيتون اللي خصت تكون يعني متكوش من جولة المصدر يعني نعرفوها من جد وتكون تم تنقل مقيل ديالها من الحقل إلى الوحدة في دوروف يعني اللي كتحتار من شروط ديال النظافة والشروط سالمة صحية ومالي كتوصل الواحدة ديال الإنتاج خصوصا إلا كان ذلك الزيتون يعني يجيب الفراك خصوص يدار في صناديق اللي هي ملائمة لملامسة المواد الغدائية باش تكون يعني تهوية دياله وميفوتش واحد ثمانية واربعين ساعة قبل دخوله للمعصرة باش يتم الإنتاج ديال الزيت كامحور الثالث هي المعدات والجهيزات يعني أدوك المعدات والآليات اللي كنشتغلو بيهم خصوص تكون دات جودة وتكون نظيفة هي سهلة ديال التنظيف وسهلة ديال التطهير وكذلك كتخضع للتنظيف والتطهير وتكون كذلك أنها ملائمة الملامسات المواد الغدائية جميع الآليات ديال باش كنحيدو الوراق باش كنطحنوه باش كنصفعو الزيت ومختلف مراحل تكاتل وحاويات للآخرة باش ناخدو واحد زيت زيتون اللي هو يعني سليم كمحور آخر كذلك اليد العاملة هي مهمة اليد العاملة أنها خصوص تكون كتحتارم وتكون واعية بشروط النظافة والسلامة الصحية باش أنها كتشتغل في ظروف اللي يعني ملائمة من ناحية النظافة ومنهج الاشتغال تهو يعني محور جد مهم باش وكتشتغل صدب منهج الاستغال يعني الطريقة كيفاش كنتج المنتج داخل الواحدة لأنه عندنا بسبب الزيت الزيتون عندنا واحد داليل للممارسات الصحية الجيدة هالداليل تم مصادقة دياله مصادقة عليه من طرف لونسا وتم يعني نشروه في الجريدة الرسمية بقرار وزاري اللي في جميع المراحل اللي كيدخل الزيتون حتى كيخرج زيت الزيتون اشنو الشرط اللي خصت توفرها وتلتزم بيها باش نحطرمو جميع المعايير بسلامة الصحية فهد المنهج الاشتغال ستحطرمو جميع الوحادات وكتكون كذلك واحد المراقبة داتية ديال المنتج سواء داخل عند دخول المادة الأولية مش كذلك المراقبة مختبرية ديال المنتج بأنه سليم وكذلك عند المنتج في الآخر باش يتأكد بأنه يحطر المعايير وتكون عنده كذلك داخل واحدة في إطار هذا المنهج الاشتغال واحد نظام تتبع شنو هذا نظام تتبع؟ هو أنه إلا كان عنده شيء منتج تم الإنتج دياله ووضعه في السوق وتبين عدم المطابقة دياله كيكون عنده الطريقة كيفاش يتم السحب دياله من في أقرب الأجل باش ما يشروش الناس بالإضافة لها يعني هذه المحاور هي محاور أساسية ولكن هي يعني زيد متشعبة من ناحية المراقبة كين كذلك أخذ عينات كان أخذ عينات ديال المنتج ديال الزيت الزيتون كنبعتوها المخصبار لماذا؟ باش كنتأكدوا من المطابقة دياله من جميع لديك الشروط اللي وضعتوها أولاً كانت أكدوا بأن غير مخلوطة بزويت نباتية أخرى يعني عندنا واحد طرق الاشتغال في المختبر هو اللي كان قولوا لي الزيت مخلطة تماماً باش كانت أكدوا بأن هذيك الزيت راهية مئة بالمئة زيت زيتون ديال الزيت زيتون كذلك حيث كان يعني هذه العواميل اللي تكلمنا عليهم ديال النقل وديال التخزين وديال طرق الاشتغال إلا ما كانوش كيحترموا الشروط يعني السليمة يقدروا ينتجوا لنا واحد زيت اللي هو مؤكسد ففي هذه الحالة دي عندنا واحد المعايير اللي كان قلبوا عليها في المختبر نسمح سيليه أستاذ نحلو القوس زيت مؤكسد شنو الخطورة دياله على صحة المستهلك إحنا كنا يعني في المراقبة ديال زيت زيتون واحدة في التعريفة دياله لأن زيت الزيتون هو عندو واحد القواني اللي كتأطروا كنعرفو حنا زيت الزيتون هو كنسميه عاصير زيت زيتون فمليك نعصروا زيت زيتون باش كنميزوا أول مميز هو الحموضة الحرة فليكن ديال الحموضة الحرة يعني كتحتارم فهو كيبقى كنا زيت زيتون البكر الممتاز اللي خص الحموضة دياله الحرة ما تتعدش 0.8% كالزيت البكر هكا زيت البكر خص تكون يعني ما تتعدش 0.3% وكاي زيت البكر العادي ما تتعدش 3.3% لأن الأكسدة ديال أي مادة غدائية فهي كتنتج عندها واحد المنتوجات اللي هي غير يعني غير مضرر صحة ويعني غير يعني ماشي منتوج عادي لهذا فاش كنحتارمو يعني ما كيكونش يعني الثمر الزيتون كتكون يعني ذات جودة كنحتارمو جميع السلسلة ديالانتاج كنحتارمو كذلك التخزين لأن حتو خانتجوها زيت زيتون لتكون زيت زيتون بكر باركة تخزين دياله لما كانش وقر معايا لأن زيت زيتون للا تعرض الضوء ولا تعرض الحرارة ولا تعرض الهواء فهو كي تأكسب لهذا ما اللي كانتجو سواء داخل الوحدة أو اللي عند المستهلك تخصوه الدار في قنينات اللي ما كتكونش معرضة للشمس ما كتكونش في الحرارة ومحسن اللي كانستعملو ديك القنينا ما كنخليوش مفتوحة للهواء اللي أنا تهوكي ساهم في تأكسب دياله هاد شي كامل يعني هاد جميع المعايير باش كانعطيو المنحو هاد ترخيص صحي نقدر نقول لك حاليا الالحة الآن عدنا 573 ترخيص صحي دير وحدة زيت زيتون ولكن مالي كانعطيو كان كتفيوش فقط بالترخيص صحي شنو خاصة؟ كانت تبعو هاد المؤسسات الوحدة سنويا كينا زيارة ميدانية منتظمة اللي كيمشوا المفتوحين ديالنا في جميع هاد الوحدات اللي كيتم ترخيص دياله باش كانت تأكدو كتكون واحد المؤمن ورقبا تماما ورقبا من منذ يعني من المادة الأولية من تمار الزيتون حتى الإنتاج ديال الزيت كانت تأكدوش ما زالك يحتارم ديك الشروط دي السلامة الصحية وشروط الإنتاج اللي على إطرها أعطيناها أنها ترخيص صحي دياله في حالة أستاذة تم ضبط مخالفة ونجي ترقيتوهم ما بقاوش خدامين بذيك الطريقة اللي انتوما الشروط لوضع هالي مسارمة من أجل حماية المستهلك كيفاش كتتعاملوا مع هاد الوحدات؟ إذن في إطار هاد الزيارات اللي كيقوموا بها اللي كان قوموا بها هذا هو المبتغى من الزيارة من اللي كانت تأكدوا بي أن الوحدة هي ما زال كتتتحسارم الشروط فكتبقى تشتغل بذيك الطرق الصحي في حين إنا القينا كين جوج أنواع من الختلالات كين ختلالات بسيطة ديك ساعة كنديرو يعني دك اندار لا ترخيص صحي كنوقفوا واحد مودة دي 6 شهر لا تسعد ده 6 شهر باش كيقوم هو كان يتزم معنا باش أنا غايصحي دك الختلالات البسيطة في لصحهم في خلال دك 6 شهر قصة في كيبقى يشتغل بدك ترخيص صحي إلا ما صحهم كنسحبوله الترخيص أما إلا كان شي ختلال كبير شي غيش أو ختلال كبير فكيكون السحب الفوري ديال ترخيص صحي ديال فمسا هذه السنة ديال 23 شهر في إطار هذا المراقبة اللي كان ديرو كانوا عندنا يعني زيارة ميدانية في جميع الوحدات اللي قامت بالإنتاج زيت الزيتون كينين خمسة ديال يعني ديال السحب ديال الرخص لأن تبين أن هناك حالة غيش وهناك حالة يعني معايير في الوحدة للإنتاج ما كانوش محزار من أستاذة خديجة عريف أنا كمواطن شريت زيت الزيتون باختلاف كينين كل واحده كيفاش كيتقدس زيت الزيتون ديالو كيلي كي يخدو من عند الناس في مناطق معينة أنا معروفة بزيت الزيتون كيلي كيمشي شري محلات يجري غيرها إلا أنا لا أقدر الله تعرضت المشكلة سحب بعد ما كريت هذيك زيت الزيتون أو لدقتها أرجعتني ماشي يا هذيك كيفاش ممكن نوصل صوتين للونسة إذن باش نكمل يعني في نفس الأيطار المراقبة كذلك من غير الوحدات ديالو كذلك مراقبة في نقاط البيع اللي كتقم بها اللي جال مخصليطة المحلية اللي إحنا كيستدعونا باش نشاركو معهم وكنقوموا باللازم والمستهلك قبل ما نقول لك يعني كينا يعني شو نخصي ديال المستهلك نعطيه بعض الإرشادات لأنكيباش يقتالي زيت الزيتون أولا حيث حنا مليكات كتتم المراقبة كتعطيه للترخيص صحي وكترق بيه سنويا فهذاك الموحدة اللي كتكون مرخصة من طرف أنصة هي مراقبة وخاضعة المراقبة يعني مستمرة لهذا أنا كنصح لمستهلك باش يشوف رقم الترخيص صحي ديالالونسة في العلبة ديال المنتوج اللي كتبدأ بسبب زيت الزيتون كيتكون عندنا ذاك الرقم الترخيص صحي هو مكون من حروف وأرقام كينا عندنا مثلا بسبب زيت الزيتون كتكون واحد HFO كيكون واحد لطاة الأرقام اللي كيرمزوا الإقليم رقم ديال الوحدة والسنة ديال دارول نشوفوا HFO وكينات لطاة الأرقام بينتهم واحد نقطة كل رقم كيرمز لواحد المعنى كذلك يشوف تكون اللغة العربية في المنتوج باش يعرفوا يعني يراها مراقب وخاضي على المراقبة سواء كان منتوش محلي أو مستورد كذلك بسبب المستورد حيث اللي كان زيت الزيتون مستورد كتكون اسم وعنوان المستورد كان كذلك واحد كان سميه باندو غارانتي واحد شريط ضمان هذك علش هذك شريط ضمان باش كتتأكد كمستهلك بأن الزيت القنينة جات نيشان من عند المنتيج عند المستهلك باش كنحلو باكتكونش ويه وكده بطبيعة الحال باش يستمر في الجودة اللي جات من الوحدة خاصة طبيعة الحال طرق ديال التخزين كما دار بعد الحرارة في حالة ما يلوقع شي إشكال فيما يخص هذ زيت الزيتون ولا أي مادة غدائية كان شكايات يعني احنا عندنا المكتب الوطني السلام الصحي سواء على الصعيد الجهوي ولا على الصعيد المركزي يعني كانت وصلوا بشكاية ديال المستهلك وكانقوموا بإجراءات يعني كديروا بوحد كانشوفوا كانشوفوا يعني ذاك المصدر ديال الشيكاية ذاك الوحدة ذاك زيت الزيتون شميل وحدة تنتج في أي وحدة وكانقوموا بإجراءات لازملة باش كنتأكدوك وكانقفوا على مدى صحات يعني المعلومة المعلومة لأنه قدري يكون المستهلك كلا شي حاجة أخرى ويريد دراته وما شي الزيت ومدى بنا إلا كان مثلا كيصور المستهلك كيصور تيكيتا وكيصور المنتوج كما اشتري ومن يشرعها وكيف يشرعها وكل شيء ويحتها مثلا يحتك العين عن أقرب أقرب مصلحة ديال المكتب الوطني السلام الصحية باش كنقوموا بالبحث عن دراية شكرا لكم أستاذ على المجهودات اللي تتقوموا بها بروفيسور شرفتنا أيضا بالحضور جالك خليونا نتابعوا هاد المرة فقرة من يد شايف مشاهدينا السلام عليكم اليوم غادي نحضرو طاجين ديال الحم بسلاوي والملوخية كنحتاجو فيه الملوخية دواور ديال البسلا دواور ديال تومة والتومة محكوكا واحد ما تيشا محكوكا وما تيشا مقردات ريفات طبعا الملوجة للحم شوية ديال قصبرو معدنوس سلاوي والبويون ديال الخضراء أول حاجة كناخدو الملوخية ديالنا كنزيدو عليا شوية ديال الملحة كندخلو فيه هاداك الملحة وكنديروها تتبخر سافي كنديروها في الكسكاس ديالنا وكنخليوها تتبخر ثاني حاجة كناخدو واحد طاجين كنديرو فيه شوية ديال الزيت كنديرو فيه ديال البصلة نفرشو فيه ديال البصلة فالتحت على هادا الشكل كنفرشو فيه فوق منهم ديال طوما كنديرو واحد مطيشة محكوكة باش تعطينا داك لاصوس للتاجين مباشرة كنحطو دوك طريفة ديال الملوجة ديال اللحم فوق من هاد الخاليط كناخدو سلاوي كنحاولو نحطو بهاد طريقة فوق من خاليط ديالنا كنزيدو دوك لدي ديال مطيشة من الفوق من الجوانب كنزيدو التوما محكوكة شوية ديال قصبر مع النوس من الفوق وطبعا غنزيدو بتوابيل ديالنا ديال الطاجين اللي هي الملحة غادي نديرو شوية ديال البزار غادي نديرو شوية ديال خرقوم وغن نديرو شوية ديال سكنجبير كنزيدو القاليل من زيت الزيتون فوق التاجين وكن مرقوم شوية ديال بوين غير في الجنب ديال الطاجين شوية ديال الملقى ونسدو على الطاجين ديال نايته بالمدة واحد ساعة ولا ساعة ونص حتى يطيب ليدك اللحم وسلاوي ونرجع نكمل معكم وهذا هو الشكل نهائي ديال الطاجين ديال ديال اللحم بسلاوي والملوخية نتمنى تجربوا هالطريقة وبصحة والراحة ونرحب التبدع عند الأسر المغربية وتأثير الأخطاء اللي تنقوموا بها في التبدع على ميزانيتنا وميزانيت البويوت ديالنا ولكن قبل لأي درجة طريق تربيتنا احنا كيفاش كبرنا كوالدين غد يتأثر على تربيتنا لوليداتنا والأي درجة العقل الباطني ديالنا تخرج حاجات اللي كنا كانت حابلنا نسيناهم من طفوتنا ونستقدر تنقوموا بها في تربيتنا لوليداتنا هاشهر مشبر جاوبنا على سئلتنا ما تنشوفين هاشهر مشبر فين تربينا ذاكرتنا تتبقى عقل لي ولا كيفاش تربينا ذاكرتنا ما تتنساش معلوم حت تنظر هنا على طريقة ديال طريقة التعلم ديال الوسيق ديال الدماغ ديالنا هاشهر مشبر من المرات اللي قاورة نتعود نفس الهضراء ولنفس التصرف تنقروا علاشه لانه الطريقة اللي شفنا اكتسوا بلايكزامبل ولا الهضراء اللي سمعنا ولا كيفاش هذيك الاعتقاد اللي تربينا عليه تخلينا اننا نعود نفس الطريقة التربوية مع ولداتنا ولا طريقة التعامل تمع البراني زمان ماشه داروري غير في هذيك الموحيط العائلي هنه غادين هذي نضروا علا كيفاش الدماغ داير الدماغ كيفاش تتتعلم الدماغ هذي نلاحظو بحال اللي فيها بحال لديك لوسيق كويت ديال ديال لزوطوغوت بحال واحد شبكة ديال طرقان اللي تتكون فيها طريق ايمان قدى ومسرحة وتلقوا اللي حدهو بتكونو داي بيست شنو هم داي بيست وما هذوك اللي مسلا نخدموهو مش دايما وما هذوك الافكار اللي تيجيونا غير مرة مرة وتيدوزو بحال تخذيك الطريق اللي هي سهلة عند لوسيق هيا لزا تبدأ من نقطة نقطة بي لمو اللي فين تنمشي ولا وتنجي ولا والدي غوض غادينضربو لأنا أنا كنت تنضربني كونت صغيرة والدي جاب نقطة مزيانة غاد نديلو المكافأة لأنها كونت تنتربتها أنا سواحد الطريق اللي هي سهلة بنسبة لديماغ تيمشي منها الواحد الغزولتة اللي هي نتيجة مو اللي فعليها إذنك لوسيقفو ديانا تيخدم بأي حاجة اللي هي روتينية لأنه عنده طاقة عنده الخزان ديال الطاقة لوسيقفو ممكنوش أشاء كفو يبدأ يقلب على وحد العادة جديدة ولوحد المعلومة جديدة إذن تيمشي لديك شيء سهل باش يخلي الطاقة دياله لحويج وحد آخرين لوسيقفو ديانا معقاز للدرش لوسيقفو ديانا معقاز إلا ما يخدمناش إكزاك توامل لوسيقفو ديانا معقاز ديك شاليش تنقولو بلي أي حاجة فيها التعلوم وخد تعلمتك المهار جديدة في النهار تعلم مهار جديدة تعلم واحد لغة تعلم ترويد الرياضة إكزاك توامل لأن الرياضة تهو عضالة خصو أشكفو هذيك الرياضة باش تهو يخدم حت تيولف على واحد الطريقة للتعامل تتجيه سهلا إذن هو كيفاش هذا كما قلتي لأي مادة لأي حد تيأثر على التربية ديانا هو أنه تنكونو في واحد لبيلوت أوتوماتيك حال عندنا ذاك الربان ديالطائرة اللي تيكون أوتوماتيكي غير تنبركو عليه أنا أملوني بحالكة بلا وعي بلا وعي هنا غادي نبغي ننضي رغم لأشارة صغيرة على كيفاش بعد الدماغ ديانا مكون أنه التعامل هو الدماغ الدماغ ديانا لدينا في واحد البلاسة اللي تنسمو العقل البدائي ولا العقل الحيواني اللي تيكون عنده ثلاثة ديال طرق التعامل إما هذيك لاتاك غادي نغوط وغادي نهاجمك أولا غادي نهرب لافيت هذا هو العقل ديانا اللي هو بدائي اللي هو خلا الإنسان لليوم يعيش لأنه خاف من الحيوانات الشريسة خاف من العافية خلاه يعيش وعننا وحد العقل اللي فيه المشاعر اللي تنسمو اللي في غير المشاعر وهذو كل المشاعر تيخزنه المشاعر ولكن تنسى وشن هي الحالة اللي خلات هذك المشاعر أنا أعطيك مثلا كنا في الدار وطيحت هذي الكاس وجاتني واحد التربة ولا سمعت واحد الكلمة مهينة ولا قالوا لي سيرين البيت مني غادي نكبر اللي سيغفو ديالي واليكوغ ديالي ما غاديش يعقل ما تفكرش على الكاس تنسى وشن هي لكن الشعور تيبقى دائما مخزون فهذاك العقل اللي هو العقل ديال المشاعر وهذا عنا العقل اللي هو ديال المنطق اللي عنا القدام اللي هو اللي تيخلينا هو اللي تيخلينا نديره اللوجيك هو اللي تعرفنا نحسبوه هو اللي تعرفنا نديره واحد زائد واحد يوسوي جوج هو اللي تيخلينا كذلك نتحكموه في المشاعر ديالنا إذن الخدمة كلها اللي كآباء وجوغدوين نديره هي نوعاو أنه رأينا وحد ثلاثة المستويات ديال التيمة هي اللي تيخلينا نديروا واحد تصرف اللي منبع تندمو عليه لأن هاد منبع ترجعنا الوعي ديالنا وسترجعنا هاد الابغتي اللي هي القدام يلو سيغول تتخدم ديال المنطق واش قبل ما نفكر نتجوج ونوجد الخطبة مهم جدا نشافي راسم نقع المشاعر اللي تراكمات لسنوات نتيجة تربية والي ديالية حتى نوجدو الدهاز وتنوجدو فينبغينا نديرو الأرس ولكن تراكمات مشاعرنا ربما هي الأكتر تأثيرا على حياتنا وعلاقتنا بولداتنا نتشافوا منها قبل ما نقرر نديرو الولاد معلوم واحد لكلمة زوين تتجبني فهذه الطريقة اللي نتشافوا في المشاعر ديالنا هو ممكناش نتشافوا مية في المية أول حاجة يكون عندنا الوعي أنه شنو ما داروا والدينا شنو ما داروا لجيني غاسون الأجيالي قبل منا راها هي الطريقة المثالية اللي كانت بالنسبة لهم كل شي اللي داروها عن حب داروها عن حب هذا هو نقطة الثانية هو أنهم نغلفوا جميع تصرفات اللي دارو واحد الغلاف للحب إلا غوتوا علينا لأنهم كانوا خايفين علينا إلا غوتوا علينا لأنهم كانوا تيبغيونا إلا دارونا واحد ما خللوناش بعض المرات نخرجوا مع أصحابنا ولا واحد الرحلات لأننا شي لتنعقلوا عليه كانت واحد الطريقة بلليش تعبروا على الحب ديالهم حيث هو العكس ديال الحب ما شي هو الكره هو الخوف من يتنخاف عليك تنتعامل معك بطريقة اللي هي مشهد الحب إذنك من يتنكونوا صغار تتركموا عن هذه المشاعر من ينكبروا ونكونوا مقبلين على الزواج ونكونوا مقبلين على الإنجاب ديجا نتقبل لا كسب تاسون ساكمنص با تقبل الأمر أنهم ذك شي اللي عشتون ما هو زوين ما هو خعب كان واحد تجارب اللي أنا بالنسبة لي سلبية شنو هما النتائج الإيجابية اللي خرت منهم كيفاش نتعلم اللي ذك شي اللي تربت عليه مع وليدي أنا ما عاجبنيش كيفاش نخدم عليه ونضو واحد تصرف إيجابي ولا واحد صلوك إيجابي مع الطفل دي ديجا الوعي أتقبل لا سيتياسون نغلف هات شي كامل بحب وأنه لقى لهم باللي راه باللي راه ذك التصرف اللي داره راه ماشي كرة وراه ماشي ممكناش نبدلوه ممكناش نرجعه باللور ديجا قبل ما نتزوج ولا قبل ما نولد نخدم على راسي نخدم على راسي شوية نخدم على راسي إلا ما درتش هذا المرحلة ربما كين واحد نوع من الغضب بواعي أو بغيري واعي غادي نخرج في أوليدي وغيكون عبارة على ردات فعل طيحتي كاسا غنقاملك كي ما قاملوني جاو الضياف ومسكتيش غادي نقاملك كي ما قاملوني ذوك عطي ذوك اللي الكليشي اللي كبرو في مزاف ديالناس واللي كترجاء لك وبعد المرات معافت كتقرسك تفكرتي شي موقف عينك كي دم أوه الويل وربما جايبت ذوك المشائر الدفينة اللي ما عالجتيهاش ما شي هو السبب أنه تصرفت بدك الطريقة غير هو هذك الوسيخ فكرك بواحد الحاجة هذ شي علاجتنا هدروع لان تربية بواعي تربية بواعي ما تت سوغطو في هادل سيتيواصون ديال شنية العلاقة ما بين تربية ديالنا والتربية ديالنا لولادنا تنظروع والتربية بواعي تتخلينا أنه نوعا باللي ديك تصرف اللي درت أنا مع الطفل ديالي وأنا ما عاجبنيش أراه واحد النتيجة ديال واحد الشعور لواحد الجريبة اللي عشتاء أنا إذا أنت نهضر معه هنا يتمدون نصلحه أراه ماشي أراه ماشي ساهلة زينب أنه نكون نهار كامل وحنا يبيواعي أراه مع ولادنا ولا مع رجالنا ولا مع نفسنا ولا مع المجتمع ولا اللي حيط بنا أراه ما يمكنش نكونوا بواعي سامح نفسك إلا ما كنتش بواعي ساعة ساعة نسامحوا نفسنا ونقدو نعبرو على هذا التخوف ديالنا مع الطفل ديالنا هو أنه الطفل يلا عنده عامين ولا تلت سنين ودر واحد تصرف اللي هو أنا بالنسبة لي فيقفية واحد المشاعر وخاي يكون ما تيسمع وامتي هضرش ما راتي يسمع راتي يحسل المشاعر نقوله طاقتي تدوس تتقوله أنا راني ما سا واحد ما أعطاني هذك هذك للمانويل باش نولي أب ولا أم أنا جيت عندي واحد لباقاج ديالي عندي واحد لتقل هزاهم معايا أنا هكاة نتعلم إلا غلط تنسامح راسي ولا غلط تنطلب المسامحة من هذك الطفل ديالي لأنني ما زالت نتعلم معاه هنا يتخلينا نرجعو أنه الإنسان دائما تقلب على الميتالية تقلب على رأسه يوميا تقلب على الميتالية يخدم على رأسه يوميا وتعجبني واحد الحاجة تقول لها زينب هو أنها نكون أفضل نسخة من رأسي أفضل نسخة من رأسي اليوم الغداء لا شي مع واحد آخر ولا ما شي أنا بغت نكون حسن لا بغتش نكون حسن من بابا ولا ماما أنا بغت نكون حسن من رأسي كيفاش تربيت ولدي نهر الأول وكيفاش نربيه نهرتين لا شي نبقى تنفس ولا نبقى دائما هذك الحقد لأنني تلقوا لآباء اليوم هذين واحد الحقد وهذين واحد المشاعر اللي هي سلبيا مجي تولديهم هذوك المشاعر سلبيا كتر مما إحنا يتنزوها كتر مما تتخلينا نتعاملوا بطريقة اللي هي نفسها مع الطفل دينا إلا ما تقبلناش بليدك شي اللي داروها راه كان عن حب وعن قناعة ديالهم وذك هما الوسائل تربيع ونعودوه وتلقى وش حال من آباء يقول لك أنا مفهمش ذيك الكلمة بالطبط اللي كانت تقول لي ماما تضرني وتلقى راسي تنعودها لولدي أو لنفس المعاملة اللي كانت يعملني بابا وكانت تتزعجني كانت تتزعجني وكنت تضرني وبقات فيها لذابة تيحس باللي يراه إلا ماه وتلقى راسي تيعود نفس الحاجة خلينا نحلو القوص ونتكلموها جر مجبرة للأعباء تنعرفوا من الرجال طريقة تعاملهم مع مشائرهم أغلب الرجال ما غنعموش مختلفة أغلبية ما تعبروش على مشائرهم لأن تربينا في مجتمع التعبير على المشائر ربما يقص رجولتك ويرما عندها تشعى علاقة بالموضوع لفت أن آباء كبروا في برود عاطفي ودوزوه لولادهم تقل كبير والنتيجة صعيبة معلوم هذك تنسميوها الانغجي والطاقة الدكوري اللي تتكون في المنزل اللي تتعطي وحد الأمان اللي تتعطي وحد الاتقرار اللي تتعطي وحد الحب والثابت أنه بابا راتي عنقني وقاء أنا راجل يعني نقني ويبوسني ويخرج معايا وماشي لا راهي لا عنقني راهي تسمى بلي راه باسل ولا ما ما عارفش يا ربي أو لمنين بكي أنا كطفل ولد يجي عندي ماما تقولي لا اسم ساحة دموع دي الكرة ما مزيانش تبكي نترك راجل لا رأنت اللي غنعوله عليك بكي بلا حكس كي حسيتي شنو بغيتي شنو قدري يعاونك باش نتقاش حاسب هذا الحزن طبق مني تيكبر هذا الطفل وتيولي بالغ وتيولي تهوارب بأسران يا نرجعولها لا ما كانش واعي بلي أنه راه إنسان راه عنده مشاعر عنده أحاسيس وعنده واحد طاقة اللي ميمكن لهش يتكلف كتر منها إذن هنا تبدو الخدمة على رأسنا وتنقولو بلي واخا كيفاش أنا الأب ديالي كان كيفاش نتمنى دابا كون كنت أنا هو ذك الطفل ديالي كيفاش نتمنى أنه الأب وللأم ديالي يعملوني بتعملون حطوا رأسنا بلاست الطفل ديالنا إلا أنا كنت صغير وكان أنا راجل وأنا ولد وتي يقولي بابا ما تبكيش أنا ولدي قبلتي طاح فكورة مثلا وتجرح وبغي يبكي شنو كنت نبغي بابا يتعامل معايا ولا يتصرف معايا واشنو بغي يقولي سكوت لما تبكيش غادي تحشم غادي تحشمنا ولا غادي تتحك عليك الدراري ولا إذنك هنا يتنو اللي كنخد ناخد وقت قبل ما نبدأ ردت الفعل وتنو اللي جون ما يكونيكت تنخلقوا واحد العلاقة ما بين الطفل اللي أنا كنت صغير تنسميه والطفل الداخلي تنو اللي أنا راجل را عندي 35 عام ولكن طفل الداخلي كيرشدني يتنهضر مع الطفل ديالي سنقوله كيفاش بغي تنسدف عندك الوليد خمسين ولا ستنين كيفاش كنت يبغي لأب ولا الأم ديالك يتصرفوا معاك هنا تتولي واحد العلاقة اللي هي سليمة ما بين البالغ ما بين الطفل الداخلي دياله ما بين الطفل اللي هو في غالب الأحيان هذك الطفل اللي تيعصبنا راي عنده واحدة رسائل اللي تيوصلها لنا باش نخدمو عليها باش نفقوه باش نفقوه وننوعه ونتستمتعو بهذا التجربة وهذا الرحلة ديال التربية بواعي مع ولداتنا مع ولداتنا شكرا لك هاجر مجبر نتمنى أن الرسالة توصل لك على الأباء والأمهات وفي اللي كلنا رأى عندنا طفل داخلي فينا جايب معها حاجة كبيرة زوينة وجايب معها جروح كثيرة اللي محتاج أنه يتقبلها يتصالح معها ويسمعها قبل ما يتعامل مع ولداته ولا قبل ما يخرج غضبه من هادو كل مشاعر سلبية اللي يجاب معه في ولداته عاود ما تخرج الغضب والكرة خرج الحب خرج المتينان خرج لديك نلتامسه الأعدار وليدي يربوني بهذا الطريقة هادي كانت الأنسب لهم وكل يوم أنا غندير جادي باش نكون أفضل نسخة ديالأب وأم ممكنة إرضاء النفسي ولأنني بغن أعطى لديه نسخة جديدة وجيدة شكرا بسافة لنصائحة كلينا التبدع الأساري مفهوم دياله عند العائلات والأسر المغربية كيفش نتعاملوا معه من الناحية المالية دكتور خدري جاءونا على أسئتنا فقرة تدبير حياتي دكتور خدري مفهوم التبدع تختلف من الأسرى الأخرى والتبدع أولا غريزة الشريان فينا فيه شريان شري شريان لا ما شو شريان صدع شري شري ولا شراء نباحنا من كانت تكلمو على طب الضوء كيد دخلوا فيه ثلاثة ديال الأماكين في الجسد ديال كيد نراص وكيد القلب وكيد نجيب أي بمعنى أن القلب كيد شها كي نبغيو نشريو كي ننزو كي ننفرحة كي ننرغبة البزوان كين الحاجة وكين شهوة ديالإنسان اللي شافته غنو بغت من نو يعني أدوان إنسان أدوان إنسان لمشي غنو راحت الرجل أبو المثل شابته يقول غنو ما كل شي اللي شافنا بغينا منه ما كل شي كي بغي شريو إذن كين الرأس وكين القلب وكين جيب القلب كيد شها الراس كيوافق الفاليد ولينه ولين بليد با ويجيب ويجيب كي خلص وليكن نقتنيها بالرغبة وهنا بدينا في الأخطاء بعدها لأن الاقتناء ديالأشياء بالرغبة أنا معرفش ديالرغبة لأن الدماغ بقي ما دخلش باش يقول يا لا نعلم الشيطان ديك ما سكش شرع القلب حنينا دكتور القلب حني القلب كيشري كيتبضع بالرغبة وهنا على البيوت أول نصيحة هو أننا نشريو بالبزوان تكشش كانت تكلموا الإكسبريسيون الإعلان عن الحاجة يعني إحنا كنقولو جي بزوان دسا أنا محتاج لكذا وباش نشري بحاجة ما مشيش نتقدى مثلا المواد غذائية ونجيعان مثلا لأنه كيتمشي كيتشري ونتجيعان ره تبضع ما كيبقاش متحكم فيه كتولي الغاريزة غاديا هي اللي كتديك المساحة الكبرى ولا السوق ولا المارشي وكتقدق على حسب الشهوة وهنا اللي كيطرالينا في رمضان بزاف علش كانوا وصلوا الميزانية دينا في رمضان الـ 300% لأننا ما كان تبضعوش بالحاجة كان تبضعو بالغاريزة بالجوع بالعطش الراجل شاري 12 ليطروا ديالما على كلها غد يشربها في 24 ساعة لا ولكن هو كيتقدى ديك الساعة بالرغبة كيتقدى بشهوة هنا دكتور خودري هل اختلاف ما في طريقة باش كنفهمو كلمة التبضع أو الشرع من أسرة الأخرى وكيفاش كبرنا والثقافة اللي تربنا إليها المالية كيخلي القلب يطغى للعقل على الجيب أو للمساحة اللي كتاخدها مشاعري فعلاقتي بالحاجات اللي غنشريها كتكون أكبر كيف مفهمت نشريان قلبي غادي يفسترو كتر فعلاق لأن مني كيكون هو القلب يعني هو الرغبة هنا كتتغى وكتتمس الدماغ هيافاش كان بدون نصنعوا لرأسنا مبريرات واحد الكلمات كان بدون نقولهم رأسنا مانيش حال غا نعيش فيها واني نرى ما عيشتش ناكل رزقي ما نخليش مورايا ناكل رزقي كان بدون نصوب رأسي دي فخاز توتفيت مصوبين جو مال دماغ كي بدا يوضفهم ولكن أنا رأني دارك براسي المخديلي رأعرف باللي كان خطأ ولكن كان نغطي عليه باج بهادو كل إفخاز تقول لكم من خلاش تضربوا على الوارات هذاك هذاك نبرر ونفسر الراسي باللي هذيك الرغبة رأسنا نديرها وباللي هذيك الشراء ورحمة نطقية ورحمة زيانة ولكن هي رأنا عارف مخي نلا ما وافقش عليها وكن ديرها كمم كنشريها وكان نجيبها واشبيعوا منها الرغبة ديالي وكان حطا في الدار كتولي تبالي يا باسلا ونفين كان ندرك أنني أخطأت في عمليات الشراء لاشا اي فو شريته وانا غادي ندمع لي وهذا شيء لاش بزاف عندنا بعد مرة في دارنا كان نقلسوا وكانتنقولوا وليش شريت هذيك وليك ما لاش كدرتهم وهذي بلاش منها اي دكتور خدريش حال من الماء ما مستعملينش فالديو وهم غال موعد وفي بلايس ما مقلوش فيهم وموعدوا الصبابة طصة وحويش ما ملبوساش وناش حال كان شري وديه لحويش وبعض مرات كين اللي عندو هذيك البلية حتى كيفاجئ نفسه أنه عندو عشرين ساك كين اللي عندو عشرين سبرديلة البرارد ديالتي اه البرارد ربعة بخمسة كين هذيك تحانات ديال العاصي كل واحد بباش منبلي علاش تمك اتطغى الغاريزة وكاتطغى الرغبة على الدماء كيفاش كين اكسد شيء لميزانية الأسرة كين بتوبجوش لجيب في الخلاص في الكيس في الصندوق في نكتبها الأخطاء ديالنا مني تنتم غادي خارج وانا هازمعيا تقديا غادي خارج راني دركت أنني قفرتها عرفت راسي أنني خليت 2000 درهم وانا راجي بالفكرة أنني ما غنتعداش 1200 ولكن جاي كين نخرج من السوق كين نخرج من المساحة الكبرى كين نخرج من السوبرات عرفت راسي أنني غلط كيبدأ كيبدأ عندي في مخي نحاول نغطي كين بدأ نحاول نغطي يفاش كي يدخل الواحد للدار وكتجي عنده بنته وكتقول له بابرة قال لك الأستاذ صفت له الفلوس ديالسوية ما عنديش بسلتو عليها وما لو راه تمك يحاول هو بسل إلى الأسرة يتستدرك هذا يتدارك الخطأ اللي ارتكبه في السوق كيغطيه في الدار وكيبدأ يفرق ديك ما عنديش كهرتوني سلختوني ما عنديش هو هذيك ردود فعل ديالخطأ ارتكبه حسبه ولكن تغذيب ما يعني واحد شوية ديال الرطار هذا كين ندرك أنني راني غلط وكن بدأ ندير للي بخوصيدور للي بخوصيدور كم تنسا تو زمان بسينات كنا قلو كنت قددو أه وحشويو لينا كنقلو كنشريو شويو لينا كنقلو كنت بدعو شويو لينا كنقلو كنديرو الشووبينج ماشي نفس العملية وماشي نفس ردود الأفعال الباطنية دي أنا ماشي هي نفسها للي كانت عامل مع الشووبينج مي كان قلو شوبينج راني كان تقدف واحد المكان معين أو كان تقدى في مساحة كبرة اللي عندها دي سيت انفورماتيك اللي كان دخول ليهم أنا في الانترنت إذن عملية التبدع مختلفة ني كان نقول كان تقدى راني عارف راسي فين كان تقدى كان تقدى في سوق منين كان نقول راسي أنه كان دير شوبينج را كان ديره في مساحة كبرة ولا في مول في مخي كان حدد المكان وكان حدد طبيعة المنتج اللي غادي نشري وتنوجد الغلاف المالي لأن كل بلاسة وبتامنها شحال من واحد كيجي شريع عطر منين كيبغي أخذ هذاك العطر من مساحة كبرة سيوجد راسه لأن هذه المساحة الكبرة عندها توقوس ديالها في الشوبينج في عملية شراء منين أرازن قال لور غادي ناخد نفس العطر ولكن غادي ناخده بأقل ثمن لأنني اخذيته من واحد المكان اللي ماشي هو المساحة الكبرة أو مساحة أو الأمول يعني كل فضاء عنده فلوس ومصاري عنده فلوس ومصاري عنده الماركيتينج دياله عنده تسويق دياله وعنده تقنيات الفونت دياله وعنده تقنيات تفاوض دياله وراب غبتي بإبهار الآخرين غا تخلي جيبية كلها بطبيعة علينا أني شريت ماركة أو شريت ساك بعد مرة غير ذلك الساك اللي كيتحطه فيه البضائع كان شريه باش نتسمى منين نكون غادي خارج أنني رأت قديت من هاد المكان وهذاك المكان كتخلص عليه لأنه يسوق حتى ذيك السمية ديال المنتوج ولسمية المكان منين تقتنيت المنتوج كان خلص عليها إذن كيلك يرضي ويشبع الدات دياله وذيك الرغبة دياله الباطنية وللأيجو دياله وللآن دياله كي يخلص فيه هذاك المبلغ المالي دكتور خدري كيف شو نبني ألاقة سليمة مع مفهوم التبضع في حياتي باش ما نقاديش نجيب ديالي نقلبه المسألة يبدأ الدماغ هو اللي كيفالدي كيحدد واش غادي نشري هاد المنتوج ولا لا واش أنا محتاجه أو لا لا كنا عندنا رغبات وكنا كانت شي ها وشي حاجة ولكن توت سويت سطع العملية الدماغ عالتها بالديرك تو ما تجيب بحال الأسانسور قصنا نطلعون هردو من الرغبة كان نقول الله شهيت هاد الله على صندالة زوين ولا على صبات زوين ولا على بيتزا مزيانة كان شهها وطو تسويت سطلع للأسانسور طلع للفوق للمخ سمحلي أسيدي ما عندناش الفلوس باش نشريو هكذا يجاوبك الدماغ كأنه ألا سمحلينا رانو سوم لذين سيس دي مو رخف عليا هذا الرأس يقول لك نتأكد جيو تبدأ تقنعو ولكن لا أنا كدف صراع بين مخك وبين قلبك كي يبدأ هذا الإسان كي بالك يمشي رجلك تزيد ورجلك ترجع وهو كي بعض المرات إلى القلب اللي كي ياخد لدوسه كي يشريها وكي بدا يقلب على لزي شابها تواق من غادي يدوز كي بدا يقلب على المام من يدوز كي بدا يقول لك وعرفت جيو هندير غادي وقلين أجل هذي القادية دي وليش الفلس دي المدرسة دي عرفت هندير وعخوضها بعدها وحن الله هذي العملية كتكون خطيرة جدا لأن النفق اللي دارت غير معقلنا وحنا كنقوله لاشا دو تيت عمليات شراء سيكون فيه ثلاثة دي الأشياء مهمة جدا الشراء سيكون مو منهج مو منطق مو عقلا هذوي لما كانوش في عمليات لاشا كتولي عمليات الشراء كتولي عشوائية وكيكون فيها العبات المالية وغدا تنعكس سلبا على البيت إمتى في نهاية الشهر في العشر أواخير ديال كل شهر تم بافين كنحسو برسنا أننا نرتكبنا أخلاط مالية وتبعنا الشهوة اللي لم تكون معقلنا والدماغ ما خدمش والجيب كيخلص شكرا لك دكتور خضري هاشر مشفر شكرا لك أيضا مشاهدين بعد وصلنا نهايات حلقتنا اليوم شكرا على حسن المتابعة شاهية طيبة تبقى على خير على الأولى